الخسارة أو الإخفاقة أو الإقصاء من أولمبياد باريس رح يرجعنا للحديث المكرر المكرور اللي دائما يتحدث عن أن هذه الخسارة أو هذه الإخفاقة كشفت عورة الكرة العراقية الكرة العراقية بالفعل متخلفة إلى هذا الحد اللي ما تستطيع أن تقارع منافسين أشداء على مستوى الاستحقاقات والمنافسات الرياضية الكبرى يمكن لو أختصر لك الإجابة أقول لك إي نعم نعم حتى نكون جرييني بطرحنا ومنقش من الشارع الرياضي لأنه إحنا على مستوى لا مستوى أندية ولا مستوى اتحاد كرة قدم ولا مستوى لجنة ونطية إحنا نشتغل صحيح لأنه إحنا شغلنا فوض لأنه ما عندنا منهجية بالعمل هذا جانب خلأ وديك إلى موضوع معين يمكن أن أتكلمنا بالوراء الكواليس لأحد يريد من عندنا خاصة من أن نكون ضيوف عندك أو بالتنفزيونات الأخرى لا تتوقعون من عندنا إحنا ناس نسقط أو نشهر بأي شخصية مما كانت هذا مو أسلوبنا إحنا ناس مثل ما تفضل لغ جليل إحنا إذا ننتقد نشير إلى خطأ الشخص اللي يرتقي بالخطأ قبل بالنقد مالتنا أهلا وسلم ما قبل هو مسؤول عليه نعم اليوم مثل ما تفضل الأخذار يعني إحنا شاركنا بسطة عشر فريق بالمجموعة طلعنا أول رحنا الثالث ترشحنا للأول للأولمبياد باريس هذه من تحسبها تحسبها نجاحة نعم كل أحوال نجاحة نعم الآن دعنا نحكس الآية إحنا رح نروح بتصفيات كيس العالم نعم هذا الموضوع اللي تكلمنا نوات نعم رح نروح بكيس العالم ورح نترشح ضمن الفرق الثمانية اللي رح تروح لكيس العالم نعم واللي هناك دخلنا بكيس العالم إجت مجموعتنا ألمانيا إسبانيا البرازيل أو الأرجنت لا أقول الأرجنتين أوكرانيا المغرب ما يخال بها المجموعة هي تشفت راضي وبالنتيجة أيضا الشعب العراقي والجمهور يريدنا نفوز على كل هاي الفرق أو إذا خسرنا بثلاثة نفس هاي نفس هذي السوشال ميديا والتواصل الاجتماعي وهاي المسبة والشتائي والتسقيط أنا أقول خلينا نعرف واقعنا شنو هو بالدرجة الأولى ومن ثم نشتغل صح البارحة الكابتن راضي شناشي الافترض مثل هذه الفرضية قال منتخبنا لو واجه هذه المنتخبات وحصل على نقطة يعتبر إنجاز هو نفس الكلام اللي أنا قلتها قلت كنا ممكن يمكن حتى مثل ما تفضل للأخ نعم ثاهر إنه حتى الأوكرانية هي مضمونة التعادل ما مضمون اللي هم هم أقوى من عدن نعم يعني هم أفضل يعني بالدقاء قلوا للمباراة شعن يحزمون المباراة لكن جتنا ضربة جزاء رجعتنا للمباراة نعم بالشوطة الثاني لعبنا كرة قدم جارينا الفريق أي واحد من حتم راح يسجل أي من الفريقين نعم يأخذوا المباراة وبالنتيجة بحل فردي من علي جاسم نعم سجلنا وانتقلنا نعم هاي المباراة اللي خلت يعني عادة الأمل لكل الناس طبعا يمكن هي أنا أقول هي غشة نعم ترجمة نانسي قنقر